السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحييك بيرل ألكون ردا على الغرامات الأوروبية المجر تهدد بيرسل حافلات اللاجئين إلى بروكسل الحكومة الهنغارية تعلن عن خطة لتوفير سفر مجاني لطالبي اللجوء إلى بروكسل للضغط على الاتحاد الأوروبي المحكمة الأوروبية تلزم هنغاريا بدفع غرامة 200 مليون يورو بسبب انتهاءها قواعد اللجوء هنغاريا تتخذ إجراءات قانونية نضى الاتحاد الأوروبي وترفض دفع الغرامة رئيس الوزراء فيكتور أوريان يصور نفسه كمدافع للثقافة المسيحية ويتعرض الانتقادات بسبب موقفه من الهجرة والهوية العرقية أرسلت الحكومة المجرية المعادية للهجرة إشارة لجديةها في تنفيذ خطة لتوفير سفر مجاني باتجاه واحد للطالبي اللجوء إلى بروكسل وذلك بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي للتراجع عن فرض غرامات كبيرة على المجر بسبب سياستها التقليدية وزعم السكرتير الدولة بينس خلال مؤتمر في بودابست أمس الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يحاول إجبار المجر على استملاح بمرور المهاجرين غير الشرعيين وفق الوكالة سوتيش بريس وإضافة أن الحكومة ستعرض على هؤلاء المهاجرين سفرا مجانيا باتجاه واحد إلى بروكسل وسيتم النقل بعد تنفيذ الإجراءات الأوروبية وتابعا إذا كانت بروكسل تريد المهاجرين غير الشرعيين فيمكنها الحصول عليهم تأتي هذه الخطوة ردا على حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يلزم المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو بسبب انتهاء قواعد اللجوة بالإضافة إلى غرامة مليون يورو يوميا حتى تعدل سياستها المجر تواجه انتقادات أوروبية لإجبارها طالبي اللجوء على السفر وتنتقدت كتلة الأوروبية المجر لإجبارها طالبي اللجوء على السفر إلى السفرات المجرية في صربيا وأوكرانيا كما عنت حكومة رئيس الوزراء ذكتور أوريان أنها ستتخذ إجراءة قانونية ضد الاتحاد الأوروبي بشأن الغرامات أوريان التي يعارض الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة ودعم أكرانيا يصور حكومته كمدافع عن السقافة المسيحية في أوروبا وتعرض الانتقادات بسبب تصريحاتي بشأن الهوية العرقية لهنغاريا وقد تخلفت الحكومة المجرية عن الموعد النهائي الأول في علول الدفع غرامة 200 مليون يورو التي أمرت بها محكمة العدل الأوروبية مما يفتح الباب أمام احتمال نشوب صراع آخر مع الاتحاد الأوروبي هذا الخبر أصدقائي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر على جوجل تحية كبير لكم